قرية كفر عجوز قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية عدد سكانها يتراوح بين 300 إلى 500 شخص كلهم كرد لكنهم لا يتكلمون الكردية يعمل أهلها بالزراعة وتربية المواشي هذه المعلومات أرسلها لي أحد أبناء منطقة جبل الأكراد وأنا ألقيها بصوتي أنا علي عبدالله كولو من منطقة درباسية وأتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم الكرد في جبل الأكراد لغتهم الكردية وأن يسموا أبناءهم بأسام كردية فلغتنا الكردية هدية من الله مثل باقي اللغات وعلينا أن نتعلمها دمتم أهلنا في جبل الأكراد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر